بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى علي آياتنا ولا مستكبرا كأن لم يسمعها كان في أذني وقرا فبشروا بعذاب الأليم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عبد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تبيد بكم وبث فيها من كل داب وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حبيب وإذ قال لقمان لبني وهو يعظه يا مني لا تشرك بالله يا مني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وغنه وفصاله في عامين ألشكرني ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بيما ليس لك بي علم فلا تطعهما فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل منا نام إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا مني إنها إن تكم ثقال حبة من خردن فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف قبير يا مني يا قم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فكور وقصد في مشيك وغض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعما ضاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوه من عذاب السعير ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة المثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفر إلينا مرجع فننبئ بما عملوا إن الله عليم بذات الصزور نمتعهم قليلا ثم نفطرهم إلى عذاب غنير ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرتنا قلام والبحر يمد من بعده سبعة أمحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سبيع مصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسخما وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كظلل دعوا الله مخلصين دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عنه ولدي ولا مولوده وجاز عن والدي شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحى أرى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير ترجمة نانسي قنقر